اشتركوا في القناة والعمل على تحقيق الاهداف والمرتكزات الاساسية للتنمية الشاملة لمزيد من الانجازات والمكتسبات لمملكة البحرين وشعبها الكريم مؤكدا جلالة الملك المفدى ان عملا الوطني وبرامجنا التنموية ستستمر باذن الله في كافة القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن منوها جلالته باهمية المرحلة المقبلة التي تطلب بذل المزيد من العمل للحفاظ على منجزاتنا ومكتسباتنا الوطنية وأشهد صاحب الجلالة حفظه الله بعطاء المواطنين وبإخلاصهم في مختلف مواقع العمل وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في كافة المجالات من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة معربا جلالة الملك المفدى عن الاعتزاز بالانجازات الرياضية المتواصلة التي يحققها أبناء مملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية والتي تشرف الوطن وتؤكد تفوق شبابنا الرياضي دائما وهي مصدر فخر لكل بحريني كما أعرب العاهل المفدى عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على جهود سموهما وسعيهما المستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها والنهوض بمستوى الخدمات في جميع مؤسسات الدولة شاكرا جلالته كذلك أعضاء الحكومة الموقرة كلا في موقعه على جهودهم الطيبة في خدمة البحرين وشعبها